بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدى فيه أنيس يأنسك فيه جليس يأنسك وفيه جليس يخوفك ويرعبك فيه جليس يحسسك براحة وجليس يحسسك بخنقة فيه جليس عبء وجليس وسع وفتح وكمان كرم من عند ربنا إحنا النهاردة نتكلم على جليس بيصاحب الناس في علاقتهم وخلوا بالكم إحنا لما نجي نتكلم على أي جليس بيصاحب الناس في علاقتهم فهو جليس شويتين تلاتة تفاصيله بتبقى مليانة بالغموض ومليانة بالأشياء اللي غطسة جوانا وإحنا مش عادرين نعرفها صحيح أوقات بيكون من باب المحبة الجليس ده بيكون من باب المحبة لكن في الحقيقة بيتسبب في وجع القلوب من بعضها هو ده اللي احنا كنا بنقوله بقى إن الجليس لما يكون في العلاقات تلاقي فيه أبعاد متدخلة ومتشابكة منين إن الجليس ده بيحسسنا بالمحبة ومنين الجليس ده بيحسسنا بالوجع من بعض مش بس كده وبيخسر الناس كتير أحبابها جليس النهارده يستحق أن ينتقل من كونه مشكلة إلى كونه أزمة إيه الأزمة دي؟ أزمة العشم يعني إيه أزمة العشم؟ لما ديهوا حضراتكم ده أول ما أنا قلت أزمة العشم ده عتلاقي فيه ناس وقعت على جنب كده أيوة ده الناس كلها متعشمة فيها ومفكرين إن أنا يما هنا يما هناك وعايزين أني أبقى مالك كل حاجة وأنفس كلهم كل اللي هما بيعملوه كل اللي هما عايزينه باعتبار إنهما بيحبوني وفيه واحد عن ناحية تانية قال أنا العشم ده بيخلي الناس بتنتهك خصوصيتي وأنا حاسس إن أنا مش عايش وفيه حد تاني بيقول الناس بتزعل مني لإن هي عندها توقعات وعشم أنا مش أنا اللي بنيت وهم اللي بنيوهم عن خيالهم فكام مرة تعشمت في حد بتحبه وحسيت إنه خزلك كام مرة حاسبت الناس أو قررت تهجرهم بحجة إنهم تخلوا عنك أو إنهم ما كانوش محل للعشم وليه العشم بعد ما كان بيخلي الناس تحس بالأمان بقى محل الوجع فيه معيار في العلاقات ربانا عليه حضرة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وده شيء مهم لما غاب عننا زاد فينا الوجع ووجع كبير جدا جدا وهو وجع الخزلان ووجع عدم الإحساس بإن إحنا عندنا سند ومعان فيش حد واقف في ظهرنا واتهام الناس إنهم مش قد العشم إيه المعيار اللي علمه لنا حضرة النبي ده حضرة النبي علمنا معيار أنا بسميه معيار للاتزان في العلاقات إيه المعيار ده هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب للنفس فحضرة النبي علمنا في المعيار ده إن إحنا عشان العلاقات تبقى علاقات صحية وإن العلاقات دي عشان تبقى علاقات مبنية على إن الملك لله وإن العلاقات دي عشان تبقى علاقات إنسانية مليانة بالأخلاق والقيم لازم تكون العلاقة مضافة في حياة الطرفين يعني لازم يبقى العلاقة فيها قيمة مضافة للطرفين مش طرف واحد يعني لازم كل طرف يعمل الطرف كأنه بيعمل نفسه يعني يعمله باللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى مش إنه منتظر يكون على مراد على مراده هو ويحقق له أحلامه لا نعايز العلاقة تبقى على مرادي ولا عايز العلاقة تحقق أحلام حد نعايز العلاقة تكون بشكل واضح على مراد الله ولو نزلنا في أحوالنا ورجعنا علاقتنا بصدق نقعد كده كل يوم أنا بادعو الناس دايما إن كل يوم يعودوا عشر دقيقة كده يبصوا ايه أخبار العلاقات وعملوا في العلاقات النهاردة علاقتوا بزوجته علاقتوا بأبناء وعلاقتوا بأصدقاء وعلاقتوا بزملاء وعلاقتوا برحمه علاقتوا بالناس هلاقي إن كتير من أزمات العشم ما كانتش في الغالب بسبب إن الناس مش أهل ثقة وإن كان في ناس مش أهل ثقة فعلا لكن دون مش الأكثرية بالمناسبة لإن كلنا بنتشتكي وبنتوجع لكننا أفسدنا علاقاتنا بحاجة كده صغيرة إحنا قلنا عليها النهارية صغيرة بس دي أنا بسميها القنبلة موقوطة في العلاقات اللي هي إيه بقى؟ إن إحنا جعلنا أنفسنا مركز العلاقة يعني إيه مركز العلاقة؟ مركز العلاقة معناها إن إحنا بنتطالب الناس دايماً يكونوا على قد توقعاتنا فيهم وبنتطالبهم دايماً إن هم يكونوا في الوقت اللي إحنا عايزين أنه يسدوا احتياجاتنا فمطالبين هم تولي الوقت إن هم يسدوا احتياجاتنا وبنتطالبهم إن إحنا وقت ما نحتاجه من إليهم زي ما إحنا عايزين ووقتي ما إحنا عايزين وعلى قد احتياجاتنا بغض النظر عن أحوالهم لدرجة بعض الناس بيبقى فيه شعور كده خليكم بس استحضروا معايا كده لما واحد يقول له ده أنا احتاجت لك قال له بس أنا كنت بشغول قال له ما تسيب شغرك يعني ما تسيب شغرك يعني كنت بحتاج لك إيه يعني كان يحصل إيه يعني لما تستأزم من شغرك وتسيب